انتهى كمجرم القانون من خلال هروبه المتكرر من السجن كريستوفر جاي هو مثال للبارعين في الهروب فلم يسبق لي أن سمعت عن أحد تمكن من الهرب كما فعل هو دفع هذا المجرم الهارب الشرطة إلى مضاردة شملت أكثر من ولاية فكرت بأن السلطات ستؤذيه بشدة لأنه هرب كثيرا من المرات ترجل سرق سيارات وشاحنات بل وحفلة إحدى المشاهير اتصلنا بالشركة وأخبرونا أن حافلتنا ليست في المكان الذي يفترض أن تكون فيه وسيخاطر بحياته في سبيل الحرية انبطح على الأرض الآن علمت أنني لم أستسلم وسيكون عليهم قتلي كي يمسكوا به عام 1999 في مقاطعة تروب في جورجيا نم كريستوفر دانيال جيذو الأربعة والعشرين عاما عادة خطيرة فهو لا يستطيع مقاومة سرقة الأشياء وما بدى كوسيلة للبقاء أصبح أسلوبا للعيش نشأت في قرية صغيرة تبعد حوالي خمسين كيلومترا جنوب ناشفيل في مقتورة قديمة خلال نشأتي لم يكن لدينا أي مال على الإطلاق كنا أنا وأخي نسرق أشياء لكي نأكل وبدأنا بسرقة الدرجات ثم انتهينا بأشياء أكبر إذ بدأنا بسرقة السيارات لكسب العيش أوقف عن عمله الأول عندما ضبط في سيارة مسروقة ترجل من السيارة ارفع يديك للأعلى أدين جيبتها من كثيرا وحكم بسنتين في إصلاحية مقاطعة تروب في العام 2001 أطلق صراح جي وعاد لممارسة السرقة على مدى الأعوام الخمسة التالية استمر جي بدخول السجن والخروج منه انزل من الشاحنة وارفع يديك في بعض الأحيان كان يقضي عقوبته وفي أحيان أخرى كان يهرب عبر تخطيطه حتى إنه لقب بهودين الصغير أعتقد أن كريستوفر جي هو مثال للبارعين في الهروب فلم يسبق لي أن سمعت عن أحد تمكن من الهرب كما فعل بحلول العام 2006 أصبح جي بعمر الواحد والثلاثين وبدأ بالتململ من نمط حياته إنه يعيش قرب ناشفل مع زوجته إيريكا التي تزوجها بينما كان في السجن كان لنا أنا وإيريكا منزل معا وبدأنا بالذهاب إلى دار العبادة وتحسن حالنا وحصلت على عمل جيد كان ليغي صديق ساعده في الحصول على عمل في مجال الإنشاءات وقد قرر عدم دخول السجن للأبد منحت دار العبادة كريس وإيريكا بعض المفروشات لشقتهما تعاوننا معهما وقد زار دار العبادة لفترة وحصل هو على عمل جيد لكن بالنسبة لكريستوفر جي لا تموت العادات القديمة بسهولة بدأنا أنا وإيريكا بمواجهة أزمات مالية وبدأت بمعاودة الشرب لحل مشكلاتي بعد بضعة أشهر اغتنم جي الفرصة لكسب الربح من خلال القيام بما يجيده حاولت الخروج مع صديق مقرب لي وبدأنا بالإجار بالمعدات المسروقة وسرقة المعدات الثقيلة والجرفات والشاحنات والأشياء التي كان الناس يحتاجونها كنت أشوه الرقم التسلسلية لها وأغير لوحة الأرقام عليها وأزور الأوراق وكنا نتقاسم المال وقد كسبنا أموالا جيدة أنا العميل رونستون من مكتب التحقيقات الفيدرالي أود طرح بعض الأسئلة الماضي الإجرامي لي جي أوصل الشرطة إليه بعد ستة أشهر لحظت أنني لم أعد أراه كثيرا أو أتواصل معه مرحبا جيري مرحبا أنا إيريكا وفي أحد الأيام تلقيت مكالمة من إيريكا تقول إن بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية قاموا بزيارة وهم يحققون في تقارير عن نقل بضائع مسروقة بين الولايات ربما عاد لأسالي به القديمة علم جي أن المباحث الفيدرالية تجري تحقيقات فشعر بالذعر بدأ ماضي بمطاردتي مجددا لذا قمت بالهروب إلى جورج تاون في تكساس ترك جي زوجته إيريكا التي تزوجها حديثا وهرب لم تسر أموره على ما يرام في تكساس أيضا ففي نوفمبر من العام 2006 جرى اعتقاله بتهمة الشرب العلني انهض يا سيدي هيا سيدي انهض نسجل أحدا تركني تحروا عن بصماته ووجدوا مذكرات اعتقال معلقة بحقه صادرة عن جورجيا وألباما قضى جي شهرين في سجن تكساس بانتظار تسليمه إلى ألباما حيث سيواجه تهمة سرقة السيارات بينما كان بالانتظار تلقى جي أنباء سيئة إذ كانت أمه تحتضر جراء مرض السرطان كان كريس فتى أمه المدلل تسعون بالمئة من المرات التي هرب بها كانت لأجل أمنا لأنه كان يتوجه إليها مباشرة لم يأتي إلي أو إلى إخوته بل أتى إليها صمم جي على رؤية أمه قبل وفاتها عرفت أن أمي كانت في أيامها الأخيرة وقد توقعوا لها أن تتوفى خلال ثلاثة أو أربعة أيام على الأكثر وهنا بدأت أدرك حقا أن علي الهربة كي أعود وأراها سرعان ملاحت الفرصة لجي سيتم تسليمه إلى ولاية ألا باما في شاحنة نقل تابعة للسجن فوضع خطه اسما ماذا؟ رأيت بحوزتك قلما تحدثت إلى نزيل في الزنزانة المجاورة لي وكان لديه قلم حبر وعلمت أنه لو أمكنني الحصول على ذلك القلم فقد يمكنني إخراج نابض من داخله وصنع مفتاح لي أعطى جي طعامه للسجين مقابل القلم أزال النابض وصنع مفتاحا لاستخدامه لفتح الأصفاد خلال عملية النقل استطعت فتح الأصفاد بسرعة باستخدام النابض وعلمت أن رجال خدمة النقل سيأتون لأخذي وعرفت أن لدي فرصة مناسبة للهرب جي مستعد أخبره الحراس أن يتجهز لعملية النقل في فترة ما بعد الظاهرة كان الدم ينبض في عروقي هربت عدة مرات وقمت بالفرار من القانون كثيرا لذا عرفت أنه يمكنني الهرب منهم خبأت النبضة في فمي بشكل أفقي خلف شفتي حضر رجال خدمة النقل وأمسكوا بي وقاموا بتفتيشي حسنا أعطني حذاءك أعطني قميصك فتشوني ولم يستطعوا إيجاده حسنا لنذهب هيا وضعوني في شحنة مع سجناء آخرين على الشاحنة التوقف عدة مرات على طول الطريق إلى ألباما لإنزال سجناء في سجون مختلفة علمت أنه علي وضع خطة للخروج من تلك الشاحنة يتحين جيل فرصة للهروب وللاستعداد للهرب بدأ بالتودد إلى حارس عملية النقل أتسكن بالجوار؟ أجل قريبا من ذلك الاتجاه هناك لقد مررنا بقرب المكان الذي نشأت فيه بدأت بالتحدث مع الحراس لبناء ثقة بيننا محاولا استمالاتهم لطرفي لدى كراس القدر على جعل الناس يرتحون له فقد فعل ذلك معي في أول لقاء لنا أستطيع تخيله يجعل الحراس يغضون الطرف عنه أو يجعلهم لا يعرفون أنه يتلعب عليهم إنما يشعرون بالأرتياح له الحادي والعشرين من يناير للعام 2007 يأمل جي أن يقوم بالذهب بسرعة إلى ناشفل بالقرب من مسكن أمه استمريت بالتفكير طوال وجودي في الحافلة متسائلاً هل توفيت أمي؟ شعرت بتزايد اليأس أكثر فأكثر وأدركت أنه علي الهروب وأصبحت أفكر أنه لا توجد قوة ستوقفني عن ذلك استعدكي للتنفيذ وقد استخدم خفية مفتاحه لحل قيود قدمي وأصفاد يدي حللت قيود قدمي ويدي ببالغ السهولة ثم رأى فرصته في لافتة لاستراحة على الطريق السريع آي 95 عند هاردفيل في كارولاين الجنوبية أي يمكننا التوقف عند الاستراحة؟ أريد استخدام الحمام اعتمدت على فكرة أن الجميع بحاجة دخول الحمام إضافة إلى أنني لميت ثقتي مع أولئك الحراسي قليلاً لنتوقف إنهم بحاجة لقضاء الحاجة شكراً لك أقدر ذلك فعلاً لازل المساء في أوله ووافق الحراس على التوقف تظاهر جي أن يديه لازلت مشجودتي الوثاق كما أخفى قيود قدميه المحلول عن الحراس وعن باقي السجناء توقفوا عند الاستراحة في كارولاينة عند حدود جورجيا أنزل الحراس مجموعة السجناء المكبلين أنزلونا من الشاحنة وكان ثمت أشخاص كثيرون بجوار الاستراحة أنزلنا الحارس من الشاحنة والتجهبنا إلى غرفة الحمام كان الحارس يحل أصفاض السجين لكنه كان يربطها بسلاسل البطن لذا عندما أدار ظهره لاحظت وجود باب جانبي آخر عند الجهة الخلفية للمبنى لم أكن أفكر في شيء سوى الهروب أكنت أعرف أنني إذا تمكنت من الخروج من الباب من دون أن يمسك الحارس بي فسأستطيع الإفلات منه أسقط غي أصفاضه أرضاً وتنبه الحارس على الفور ركض غي باتجاه الباب وكانت أمامه ثوان فقط للهروب الحادي والعشرين من يناير للعام 2007 يجري نقل كريستوفر دانيال غي مد من السرقة والبارع في الهروب من تكساس إلى ألباما لمواجهة تهم بسرقة السيارات ووالدة غي تحتضر في تينيسي جراء مرض السرطان وهو متحرق لرؤيتها عندما وقفت شاحنة النقل عند استراحة في هاردفيل في كارولاين الجنوبية قام غي بالهروب لم يكن أمامي خيار سوى القيام بذلك توجب علي القيام به لذا عندما ركضت خارج الباب كان الحارس يصرخ بي كي أتوقف وكان قريبا مني كنت أعرف أنه لا مشكلة لدي في الإفلات منه لكن ما أطلقني هو كم من الأشخاص في موقف السيارات سيحاولون أن يظهروا كأبطال ويمسكوا بي ولدهشتي لم يتحرك أي منهم أظن أن الأمر بغتهم ركضت عبر موقف السيارات ونظرت إلى الخلف ورأيت الحارس قد انحنى منقطع الأنفاس ورغم إحساسي بالتعب كان ذلك الشخص الذي يطاردني أكثر تعبا مني عبر جي حقولا وقفز أسوارا وتسلق جدرانا ثم رأى خطوط السكك الحديدية علمت أنه يمكنني التقدم بسرعة على خط السكة الحديدية وعرفت أن ضبط الشرطة كان يهم بضرب طوق أمني آخر من أجله وأنه علي الابتعاد بحدود خمسة كيلومترات على الأقل لذا بدأت بالرقد على السكة الحديدية وعندها سمعت نرباح الكلاب تابع جي خط السكة لبضع ساعات آملا أن يتخلص من الشرطة لكن بدأ أنهم يتقربون أكثر كان عليه أن يجعل الشرطة وكلابها تفقد أثره لذا قام بما لا يخطر على بال قام بتغطية رائحته عبر فرك جسمه بجيفة ضربان ميت اقترب أحد رجال الشرطة وكلبه لدرجة خطيرة كنت ألهث وكان جسمي يفرط في إفراز الأدرينالين عندها جلست هناك منتظراً إياه لمعرفة ما إذا كان قادماً باتجاهي لكنه توقف وذهب في الاتجاه المعاكس نجحت خدعة جي باستخدام الضريبان لكن لا فكرة لديها عن مكانه الآن انضم رجال شرطة محليون من هاردفيل إلى فرقة مطاردة المجرم الهارب دخلت إلى أحد المستنقاعات وقد بلغت المياه خسري وكانت باردة سمعت صوت مروحية في الجو فكانت على بعد 120 متراً تقريباً لذا نزلت في الماء وحبست أنفاسي لأطول مدة ممكنة وتمنيت أن تضلل برودة المياه باستشعرات الأشعة تحت الحمراء في المروحية قضى جي أربع ساعات في المستنقع البارد إلى أن تأكد من خلو المكان الطريق أمامه طويل لرؤية أمه إذ تبعد ناشفيل حوالي 800 كيلو متر إلى الشمال الغربي من هاردفيل حل الصباح ويحتاج جي بشدة إلى وسيلة نقل إذا ما أرد بلوغ المنزل قبل وفاة أمه فكر بالتوجه إلى أقرب قرية آملاً أن يجد سيارة ليسرقها حالفه الحظ عندما عثر على موقف سيارات لأحد المستنقاعات توجه جي إلى إحدى الشاحنات وتأكد من عدم احتوائها على جهاز إنذار كان محظوظاً إذ لم يكن الباب مقفلاً أمسك بسترة موضوعة على الكرسي الأمامي وعندما تفحص جيوبها لم يصدق ما الذي عثر عليه كانت هناك مفاتيح الشاحنة شرع جيب العودة إلى الطريق السريع بين الولايات وفجأة رأى رجال الشرطة أمامه حيث قامت السلطات في هاردفيل بنصب حاجز على الطريق كانوا يبحثون في كل مركبة عن السجين الهارب لم يكن لدى أي خيار سوى التوقف عند الحاجز فكرت أنني مررت عبر هذا كله ودخلت المستنقعات فإما أن أرجع أو سأقوم بمحاولة الإفلات منهم في الشاحنة أمله الوحيد هو أن لا يتعرف رجال الشرطة عليه سأجرب حظي وأرى ما إذا كان سيعرفني فقد كنت أرتدي تلك السطرة هل كنت تصطاد السمك؟ أجل في الصباح لكن لم يحرفني الحظ هذا سيء وقد أشار لي شرطي الولاية ذلك بالعبور لم أصدق كم كنت محظوظاً وقتها نجح غي في الهروب من الملاحقة في كارولاين الجنوبية ولم يطل الأمر قبل عبوره حدود الولاية إلى جورجيا وتوجهه شمالاً باتجاه ناشفال مضت أكثر من 12 ساعة منذ هروب غي من عملية النقل ما زال على بعد سبع ساعات من الوصول إلى منزل أمه توقف للاتصال بأخته والاطمئنان على صحة أمه لين هذا أنا أنا آتني المنزل لست في السجن أنت تعلم أنهم يبحثون عنك؟ هذا لا يهم كيف حال أمي؟ نهبي خير أسمعت؟ وردني اتصال من كريس وكنت خائفة فقد اعتقدت بأن السلطات ستؤذيه بجدة لأنه هرب كثيراً من المرات بدأ جي بالبحث عن سيارة جديدة للهروب عرفت أن علي التخلص من هذه الشاحنة بسرعة لأنهم سيلحظون غيابها بعد ثلاث ساعات اجتاز جي حدود ولاية تينيسي ما زال أمامه ثلاثمائة كيلو متر كما أن عليه التخلص من الشاحنة أيضاً رأيت مقطورة وقيفة جانباً عند مجاري وولمارت فكرت أنها ربما تكون فارغة الآن سأقوم بتضليلهم وسأعود إلى الطريق السريع وظننت أن الأمور على ما يرى من الآن لسوء حظ غيابها لم تكن الشاحنة فارغة ففي داخلها بضائع بقيمة أربعين ألف دولار الضابط ديفيد رايت هو ضابط مبتدئ في شرطة كوبرتاون سرقت السيارة من مانشستر في تينيسي العاملون في وولمارت هم أول من اتصل بقسم لاسلكي وأخبروهم عن فقدان الشاحنة اتصل بأحد ممثري الأمن لديهم وأعطاني مواصفات الشاحنة قاد جي باتجاه ناشفل وكان ينظر باستمرار في المرآة الخلفية لتفقد الشرطة لم ينم أو يأكل منذ أربع وعشرين ساعة تقريباً وهو يجاهد للبقاء مستيقظاً بلغ جي كوبرتاون في تينيسي رأى موقف سيارات فتوقف ليأخذ استراحة قصيرة ويرى ما إذا كان بإمكانه إيجاد بعض الطعام لم يكن لديه المال وسيكون عليه سرقة ما يحتاجه لم يكن يعي أن شرطة كوبرتاون في تينيسي كانت قد تلقت بلاغاً للتنبه لشاحنة مسروقة رصد الضابط رايت الشاحنة على الفور تقريباً كانت شاحنة مجر وولمارت تقف في منتصف موقف السيارات التي تركن فيه صعدت على حافة الشاحنة وبدأت بتفقد المقصورة للتأكد من عدم وجود أسلحة فيها ولم أجد أي سلاح لكنني لم أتمكى من رؤية كامل المقصورة من الخارج رأى رايت أن لا أحد يراقب الشاحنة وتفقد القفل في مؤخرة المقتورة ليكتشف أنه مفتوح عرفت أنها مسروقة فلا سبب يدفع سائق شاحنة لقيادة شاحنة ذات قفل مفتوح وفكرت أن علي استدعاء بعض المساعدة فمتاجر وولمارت تبع الأسلحة وقد يكون ثمت سلاح في الشحنة لم يكن لدى رايت أدنى فكرة أن سائق الشاحنة هو متهم هارب مر شهر منذ تخرج الضابط رايت من أكاديمية الشرطة إنه جديد في العمل وهو منشغل الآن فقام بتخبئة سيارته وبدأ بمراقبة الشاحنة ركنت السيارة خلف مكب نفايات وأبقيت مقدمة السيارة ظاهرة بحيث يمكنني إدارة آلة التصوير الأمامية لرؤية ما إذا كان أحد ما سيرجع إلى الشاحنة أم لا أنهى جي قهوته وانتظر النادلة لتعود للمطبخ ومن ثم سرع بمغادرة المقهى عندما صعدت إلى الشاحنة لحظت ضابطاً من شرطة كوبرتاون يجلس في سيارته خلف مكب لنفايات وكان يحاول ضبط آلة التصوير باتجاهي أين الدعم الذي طلبته؟ أحتاجه الآن لم أرغب بالاقتراب منه وحدي فلا أعلم ما قد يكون بحوزته فأنت تتعامل مع شخص لديه ما يكفي من الجرأة لسرقة بضاعة بقيمة أربعين ألف دولار فلا تعلم ما الذي يمكنه فعله إنه متفوق علي فلا أعرف ما إذا كانت بحوزته مسدس أو بندقية لذا كنت بانتظار الدعم لم يكن رايت يعي أن جي مجرم هارب لكنه ينظر إليه كمسلح وخطير كنت أنظر إليه وهو ينظر إليه كلانا كان يتساءل عن من سيبادر بالخطوة الأولى كان قلبي يخفق بعنف ومستوى تبتر يرتفع وأول ما خطر في بالي أنني ربما سأعود للسجن لكنني سأذهب لرؤية أمي مهما كلف الأمر شعرت بالإثارة وكنت أفكرها قد أتاني على طبق من ذهب إنها قضية كبيرة وستحقق نجاحا كبيرا لي علي الإمساك به اقترب جي من المنزل كثيرا فلم يستسلم أدار المحرك لم يرغب رايت أن يفقد جي لذا لم يجد بدا من اللحاق به بدأ بالتحرك وتحركت وراءه تماما كنت أفكر لم يعود الأمر يفاجئه الآن فهو يعلم أنني سأتي خلفه لذا يمكنني جعل الأمر واضحا بما أن الدعم سيأتي في الحال رفض جي التوقف واستمرت المطاردة الثاني والعشرين من يناير للعام الفين وسبعة كوبرتاون في تنسي كريستوفر دانيال جي هارب منذ يومين بعد فراره من شاحنة لنقل السجناء في كارولاين الجنوبية يتحرق جي للعودة إلى المنزل لرؤية أمه المحتضرة في محاولته لنيل الحرية قام بسرقة شاحنة لمتجر وولمارت وقد تم رصده من كبل ضابط الشرطة المبتدئ ديفيد رايت وبدأ بالهروب منه بدأت بالشرب تناولت شرابا فهو يعطيني الشجاعة للقيام بالأشياء ويعطيني قوة الإرادة لفعلها لم أرغب برؤيتهم خلفي لذا أدرت المذياع بصوت عال في الشاحنة وحرفت المرايا نحو الخارج فلم أرغب برؤية أي شيء يجري خلفي اقترب جي من المنزل كثيرا فلم يسسلم بالرغم من خطر الاستدام في أي لحظة أسرعت ووضعت ناقل السرعات في الشاحنة عند أعلى مستوى وقدتها بأعلى سرعة تجاه منزل أمي كنا نقود على طرق فرعية في ريف تينيسي تعرضت مقدمة سيارتي للجنوح والانزلاق عدة مرات أثناء مطاردتنا له بينما لم يخطئه أبدا لن يوقفني شيء سرعان ما اكتشف جي أنه ليس بارعا في قيادة الشاحنات المحملة كما كان يتصور فقد أخطأ في التعشيق وتوقفت الشاحنة اغتنى مرايت الفرصة للإمساك به معرضا حياته للخطر توقفت شاحنته وكنت أفكر هذا رائع لقد استسلم أمسكت به وانتهى الأمر تقدمت نحو الشاحنة بعد أن شعرت أن لدي غطاء كاف وأشهرت سلاحي وصوبته إلى الأمام ثم أصدرت الأوامر أخرج ذيك من النافذة ثم سمعت فجأة صوت المكابح الهوائية وبدأت الشاحنة بالعودة باتجاهي وقلت يا إلهي إنه على وشك صدمي إنه على وشك الاستضام بسيارتي إنه موشك على دهسي وصدم سيارة الدورية أوقف الشاحنة ومن ثم توجه للأمام وانطلق مجددا ومع وجود الضابط رايت في المقدمة بدأت المزيد من الوحدات بمطاردة الشاحنة أظن أن خمسة أو ستة أقسام كانت مشتركة بالمطاردة وقتها كانت الشرطة في كل مكان وكنت أقول في نفسي أجل سننال منك الآن عذرت من الباب الخلفي وسمعت صوت الصخب فكرت يا إلهي إنهم يلحقون به أعرفت ما الذي يجري وكنت خائفة علي خائفة جدا وصل جي إلى حقل بالقرب من منزل أمه وداس على المكابح أوقفت السيارة ورأيت باب المقصورة يفتح فأشهرت بندقية ونظرت في عينيه مجددا ارفع يديك عاليا انبطح على الأرض الآن حسنا ضع يديك على رأسك كنت أفكر حينها هل سيستسلم؟ ثم اتخذ قراره وهرب بدأ بالركض فارا وكنت في مقدمة مطارديه لأن سيارتي كانت الأولى أثناء المطاردة بالسيارات كان جي على بعد سبعين مترا من منزل أمه وكان مدركا لاحتمالية أن تطلق عليه الشرطة النار لإيقافه شاهدت أختي تقف عند شرفة الخلفية كريس أين أمي؟ أين أمي؟ أين أمي؟ إلا في غرفة النوم الخلفية كان رجال الشرطة يتبعونه ركض إلى النافذة ونظر منها ورأى أمي كان على جيه اتخاذ قراره بسرعة إما أن يدخل ليودع أمه ويخاطر بأن يمسك به أو أن يقوم بالهروب عندما نظرت عبر النافذة ورأيت أمي لم تكن من رأيتها تشبه أمي لم أميز أمي وقتها فقد كانت موصولة بالأجهزة وكانت تحتفظ بصورة لي رأيتها عبر النافذة في ذلك اليوم ولم أردها أن تراهم يقبضون عليه لا تطلقوا النار عليه لا ركضت صاريخة أرجوكم توقفوا لا تؤذوا أخي فهو لن يؤذي أحدا لا تؤذوه لا تطلقوا النار عليه بالطبع هم لا يعرفون مع من يتعاملون لكنني أعرف أنه لن يؤذي أحدا لا تطلقوا النار عليه أتت سيدة وهي تصرخ قائلة لا تقتل أخي لذا تجمعنا جميعنا عندها كان من الواضح أنها تدرك ما الذي يجري ولو لم تجعل يديها مرئيتين لنا لتعرضت لإطلاق النار فورا خلال ذلك الوقت هرب كريس لقد اختفى مرة أخرى هرب غي من الشرطة استجوبت الشرطة ليان وحتى الآن ليس لديهم فكرة عمن يقود شاحنة المسروقة لم تكن التفاصيل قد اكتملت لدينا فأخذتها للحديث إلى مديري هل أخبرتني باسمه؟ كريستوفر وما اسمه الكامل؟ كريستوفر غي مثل ذلك عبر اللاسلكي طلب مني أن أبحث عن اسم كريستوفر دانيال غي عبر المركز الوطني لمعلومات الجرائم لذا ذهبت لللاسلكي وأعطيتهم الاسم والتاريخ الميلاد فأجابوا انتبه إنه مجرب هارب علم يبدو أن أنا أمام مجرم هارب حالما سمعنا ذلك قمنا بإحضار الكلاب حاصرت الشرطة المكان ونادوا على غي كي يظهر رافعا يدي كان هناك حوالي عشرين رجل شرطة شاهرين أسلحتهم وبنادقهم لم أره في أي اتجاه ولكنني لمحت قاربا وظننت أنه مختبئا خلفه أو خلف إحدى تلك السيارات لذا تمهلنا لنتأكد من أنه لن ينصب لنا كمينا في هذه الأماكن شاهد غي الشرطة تفتش المنطقة من السطف صعدت إلى قمة الحظيرة واستلقيت هناك علمت أنني لن أستسلم وسيكون عليهم قتلي كي يمسكوا به نجحكي أخيرا في الوصول إلى المنزل لكنه لم يبلغ غايته بعد فما الثمن الذي سيدفعه لرؤية أمه لآخر مرة الثاني والعشرين من يناير للعام 2007 كوبرتاون في تينيسي قام المجرم كريستوفر دانيال جايب الفرار وقد خاضر بحياته وحريته لوداع أمه المحتضرة وقاد الشرطة في مطاردة وعرة وصل إلى منزل أمه والشرطة تلاحقه لكنه لم يخاطر بدخول المنزل وقد اختبأ على سطح حظيرة قريبة أثناء بحث الشرطة عنه استلقيت على قمة الحظيرة نظرت عندها ورأيت شرطيا يصطحب كلبانات باتجاهي من منزل أمي يأمل جاي أن تستسلم الشرطة لكنه سرعان ما أدرك أنهم لن يغادروا من دونه كنت منصطا وسمعت الكلب ينبح أدركت أن الكلب قد التقط رائحتي في ذلك الوقت لم يعد يهم ما الذي يريدون فعله به وقد نويت استغلال أي فرصة وقتها للعودة ورؤية أمي أو الهروب ثم العودة لرؤيتها قرر راجي الهرب وانطلق في الغابة إذا تمكن من الهرب الآن فسيستطيع العودة لرؤية أمه في وقت لاحق عندما يرحل رجال الشرطة كانت شقيقة جاي خائفة على سلامته أدركت أنهم سيقومون بإيذائه لم يسبق لكريس أن آذى أحدا لم يسبق له ذلك أعتقد أنه لم يكن يفكر بما كان يقوم به كانت الغابة كثيفة ولم نكن نعرف مكانه كنا كمجموعة للغوص اندفعنا جميعا في الغابة لضمان أن لا تحدث معنا أي مفاجآت وبعد خمسين مترا تقريبا من ذلك الطريق فقدت الكلاب رائحته ترك اختفاء جاي الغامض في الغابة الشرطة في حيرة واصل رجال الشرطة البحث عنه واثقين من أنه قريب لكن المجرم الهارب كان قد ابتعد فقد اتصل جاي بصديقه طلبا للمساعدة تصلت بصديق لي من هاتف عمومي قرب أحد المتاجر كي يأتي ويأخذني فحضر الاستحابي وطلبت منه أن يقلني إلى ناشفيل وينزلني في مكان ما للخروج من تلك المقاطعة الضابط رايت محبط جدا من اختفاء جاي كنت ألوم نفسي كثيرا كلما فكرت فيما فعلته شعرت أنه كان بإمكاني التصرف بشكل مختلف كان الأمر محبطا فلا أحد يفضل أن يهرب أحدا منه علم جاي أن عليه الانتظار قليلا قبل محاولة العودة للمنزل مجددا أوصله صديقه إلى ناشبل بعد 56 كيلومتر حيث يمكنه الاختفاء في المدينة صدف أن أنزله صديقه قرب موقف سيارات محاطم بالأسوار ويضم حافلات لجولات عازفي موسيقى الكانتري قرر جاي الدخول إلى الموقف لرؤية ما إذا كانت إحدى هذه الحافلات مفتوحة كنت واقفا هناك أضغط على لوحة الرموز محاولا تخطي رموز البوابة لتمضية الوقت وأتدفئة نفسي لم يكن لدي نية عندها بأخذ أي حافلة جولات أو أي شيء تحدث إلي رجل عبر المذياع وسألني عما أريد فجأني بسؤاله لذا قمت باختراع اسم وسألته عنه هل جون هنا؟ قال لا جون ليس هنا لكن تفضل بالدخول وانتظره إن أردت أعطاني رمز المرور وجعلني أدخل كنت جالسا هناك أنظر إلى حافلات الجولات وأول ما لفت انتباهه حافلة جولات كريستل غيل لديهم خمس وثلاثون حافلة مركونة هناك وهم يعملون على هذه الحافلات يصلحون أشياء ويقومون بكل شيء هناك وهو مكان رائع لأنه محاط بسور كبير يشعرك بالأمان دوهيشا جيب المصادفة التي حدثت كريستل غيل هي أسطورة في موسيقى الكانتري لديها أكثر من عشرين أغنية مشهورة لكنها معروفة بأغنيتها لا تجعل ذلك يحزن عيني البنيتين وهي أيضا إحدى الفنانات المفضلات لدى والدته أحيي خمسين حفلة تقريبا في هذه الأيام وهذا كثير وقد كنت أحيي حفلات أكثر لكننا نحب السفر ونحب الأداء في تحول غريب في الأحداث حظي جيب فرصة غير متوقعة كنت أنظر إلى النافذة وظهر ذلك الرجل من المكتب وقال هل أتيت لأخذ الحافلة؟ أجل أنا أحد سائقي حافلات الجولات أتعرف أي واحدة منها؟ بالتأكيد إنها ذات الرقم أربعة عشر فقال أتريد مفاتيح الحافلة؟ فقلت أجل وبذلك أحضر لي المفاتيح تفضل الحافلة أربعة عشر شكرا أقدر ذلك أظن طيبا ولك أيضا انطلت الخدعة على العامل وعرفك وقتها أن بحوزته مفاتيح حافلة جولات المغنية ذات اللون الأزرق البراق والبالغة قيمتها نصف مليون دولار صعدت وجلست في الحافلة واستمعت إلى المذيع وأدرت تدفئة كنت أنظر حولي ولم أصدق فعلا أنني على متن حافلتها قلت لنفسي حسنا طالما أنه أعطاني رمز فتح البوابة فسأذهب لرؤية أمي حرك جيل حافلة من مصفها بهدوء أدخل الرمز وفتحت البوابة لا أصدق أن ذلك الرجل أعطاني مفاتيح حافلة كريستل جيل وأن قت حافلتها خارج البوابة عادة عندما يأتي أحد ما لإخراج حافلتنا فإنهم يتلقون انتصالا من مكتبنا يخبرهم بأن أحدا ما آتا لأخذ الحافلة لكنني أعتقد أنه طلب المفاتيح فحسب فأعطوه إياها وانطلق فقد كان مستعدا في الحادية عشر من صباح الرابع والعشرين من يناير وصل كريستوفر جي إلى الطريق الرئيسي في حافلة فاخرة مزودة بخزان مليء بالوقود توقف عند موقف شاحنات خارج ناشفل لإجراء الاتصال حيث استفسر من قريبه ما إذا كانت الشرطة قد غادرت منزل أمه بول إنه أنا أخبره قريبه أن الشرطة لازالت هناك ولا يبدو أنهم على وشك الرحيل قريبا كيف حال أمي؟ لم تكن العودة خيارا مطروحا الآن فهو بحاجة لتنضية بعض الوقت رئيس ما يصبح الوضع آمنا لكن أين يذهب مجرم هارب بحافلة جولات مسروقة؟ مرحبا أربعة عشر لا لا غادرت تلك الحافلة للتو اتصلنا بالشركة وأخبرونا أن حافلتنا ليست في المكان الذي يفترض أن تكون فيه وكانت تلك أول مرة تختفي فيها حافلتنا فعليا ليجي صديق يقيم في فلوريدا بالقرب من مضمار ديتون السريع للسباق وقد بدى له كمكان مثالي للاختباء علق آماله على أن يتمكن من الاختلاط مع باقي حافلات الجولات في المضمار خلال توجهي جي جنوبا إلى فلوريدا تعاملت كريستال غايل مع حقيقة أن حافلة جولاتها قد اختفت أعتقد أن أول ما قمت به حيال السريقة الحافلة هو أنني ضحكت كان الأمر مضحكا فحافلتي تسير على الطريق ونحن ولسنا فيها تصدرت السريقة الغريبة الأخبار المحلية حضر رجل شرطة شاب إلى المنزل ودون كل شيء كان هو من قام بربط الحادثة بكريستفر غايل لأنها وقعت في نفس المنطقة تقريبا وليس بعيدا جدا عن المكان الذي تركت فيه شاحنة متجر وورمارت استمرت الشرطة بمراقبة عائلة غايلة غايلة أن الهارب سيحاول رؤية أمه مرة أخرى استمروا بالقدوم والبحث عنه أعلموني فيما بعد أن حافلة كريستفر غايل قد سرقت وأول ما دار في خاطري أن كريست قد سرقها أخبرت السلطات أنه إذا أخذ الحافلة سيذهب بها إلى بعد ما يستطيع عليهم الصبر فكريست سيقوم بتسليم نفسه اكتشفنا أن كريستفر غايل هو من قام بسرقة حافلة الفرقة الغنائية توجب علينا الرجوع ومحاولة تجميع التفاصيل معا إلى أين سيذهب؟ إلى أين قد يذهب؟ كنت أبحث في ماضيه الإجرامي وأقوم بتحقيقات كي نعرف ما الذي نبحث عنه مضت أربعة أيام منذ هروب غايل من شاحنة نقل السجنة وأصبحت الشرطة متأكدة من أنه المسؤول عن سرقة حافلة كريستال غايل وقد أصدروا بلاغا للمراقبة على مستوى الولاية أريد إصدار بلاغ مراقبة بحق كريستفر دانيال جي بينما كان كريست هاربا شعرت أنه لو اتصل بي فقط لكان من الممكن أن أقنعه بتسليم نفسه قبل أن يتأذى أحد ما لا أظن أن كريست لا يعي أنهم سيمسكون به في تلك الحافلة وأن الأمر لن يطول بهم لتعقبها وإيجادها كان بقاؤه في الحافلة أحد الأشياء التي فاجأتني في الخامس والعشرين من يناير اقترب جي من مضمار ديتونا بيتش السريع بقي أسبوعا لسباق ديتونا خمسمائة لكن جي يعتقد أن بإمكانه خداع رجال أمن المضمار والاختلاط بباقي الحافلات الواقفة في المضمار لكن عند دخول الحافلة الزرقاء الكبيرة من البوابة ارتاب الحراس نظرت ورأيت شرطة الولاية في كل مكان عندما سأل الشرطي جي عن من هو بصحبته خطرت له إجابة على الفور مع من أنت؟ جو جيبس من فريق السباق الخاص بتوني ستيوارد توني ستيوارد هو أحد أبرز الأسماء في عالم السباق توقفت عربة الغولف أمام الحافلة فجأة وقلت في نفسي أصبحت محاصرا داخل الحافلة ولم جال أمامي للنزول سيمسكون بهذه المرة ثم قال لي أنه علي الذهاب معه فاعتقدت أنه اكتشف هويتي ولحسن حظي جي صدق الشرطي روايته بأنه عضو في فريق السباق الخاص بسائق الناسكار الشهير توني ستيوارد أعطاني بطاقة مرور الشخصيات الهامة وبعدها أعطاني عربة غولف انطلق جي لاستكشاف مضمار السباق السريع يحب كريس توني ستيوارد كما أنه يحب السباقات أظن أنه كان يعتقد بأنه سيلتقي بتوني ستيوارد لذلك انتهت تلك الفرصة فلطالما أراد رؤية مضمار السباق السريع ولحسن حظي جي لا تزال شرطة ديتونة غافلة عن حافلة الجولات المسروقة وعن حقيقة أن جي هو محتال ومجرم هارب وأمضى جي يومه في مضمار ديتونة الدولي السريع للسباق هيا أجل ثم توجه نحو الحافلة للاسترخاء قليلا كنت أشاهد المحطات الإخبارية وكانت الشرطة تبحث عن الحافلة كان خبر احتمال وجود الحافلة في ديتونة بيتش أو في منطقة فلوريدا يعم جميع نشرة الأخبار أصيب جي بالذعر وبدأ يفكر مليا بترك الحافلة في ديتونة لكنه بدلا من ذلك انطلق باتجاه مخرج مضمار السباق والطريق السريع ليس من السهل قيادة حافلة كبيرة كان ذلك أمرا يثير قلقي كنت خائفة أن يحطمها أو يتسبب بالأذى لأحدهم تهت أثناء محاولة الخروج من المضمار السريع توقفت على جانب الطريق حيث رأيت إحدى الفتيات وسألتها عن اتجاه الطريق لقد تهت أيمكنك إخباري عن كيفية الوصول إلى الطريق السابع السريع؟ الطريق السابع السريع؟ أقحم ماجي نفسه في واحدة من العمليات السرية للكشف عن شبكات الجرائم تفاجأ الضابط المسؤول عن مراقبة العملية برؤية حافلة فاخرة قد توقفت أمام الشرطية المتخفية أي وصلني إلى تانسي؟ أقحمت نفسي في إحدى عمليات الشرطة السرية وسألت الفتاة عن الاتجاه الصحيح لطريق السريع مرحباً كيف حالك؟ هل تبحث عن بعض الصحبة؟ أوقف الضابط الحافلة على الفور وسأل جي إن كان يرغب بصحبة إحدى الفتيات وهو لا يعرف شيئاً عن حافلة الجولات المسروقة سألتها عن الاتجاه فقط وقلت له لا كل ما أريده هو معرفة الاتجاه الصحيح أسناً يمكنك الذهاب شكراً لك مرة أخرى تمكن جي من التفوق بذكائه على الشرطة حيث صدق الضابط روايته حالفني الحظ واعتقدت أنني سأتمكن من الهروب مرة أخرى لذا توجهت للطريق السريع لكن انتابت الضابط بعض الشكوك وقرر التحري عن رقم لوحة السيارة ليكتشف بسرعة أن الحافلة مسروقة ويقودها كريستوفر دانيال جي أحد المدانين الهاربين طلب الضابط الدعم على الفور وانطلق خلف الحافلة المسروقة أحاط موكب من سيارات الشرطة حافلة الجولة أخرج من الحافلة الآن أردت الهروب وكنت أعلم أنه علي الهروب لرؤية أمي أكنت أتساءل فيما إذا كنت قادرا على فعل ذلك وأثناء ضغطي على الزر لفتح باب الحافلة لأتمكن من الخروج أصبتني الشرطة بمسدس ساعة وأصبحت غير قادر على التحرك بعد مطاردته لمسافة 2200 كم عبر خمس ولايات تمكنت الشرطة أخيرا من إلقاء القبض على كريستوفر دانيال جي وتمت إعادة الحافلة إلى كريستال جايل بحالة سليمة في العديد من المرات التي نقود فيها الحافلة على الطريق أفكر في كريستوفر كثيرا وأعتقد أنه بإمكاننا المزاح بشأن ما حدث لأن أحدا لم يصب بأذى كانت قيادة مبهجة بالنسبة لكريستوفر شعرت براحة كبيرة بعد أن تم اعتقاله وقلت لأمي إنه بخير لقد أمسكوا به فأجابتني حمد لله على إمساكهم له لكنني أريد رؤيتها للأسف توفيت والدة جي بعد 12 يوما من اعتقاله ولم يسمح له بحضور جنازتها حكم على جيب السجن لمدة ثماني سنوات وهو يقضي الآن فترة حكمه في سجن ولاية تينيس الغربية قضيت حوالي ثماني سنوات في السجن وحوالي ست سنوات وأنا هارب منه لم أعد الآن في مرحلة من حياتي أشعر بها أنني قادر على عيش حياة أفضل بعد خروجي من السجن لكنني سأساعد غيري